17 فيلم منها أفلام روائية طويلة وأخرى وثائقية في مهرجان الفيلم الملتزم والتي تنطلق فعاليته في ثاني من شهر ديسمبر القادم الذي سيعرض في كل من قاعة المغار والسينما تاكا الجزائر المهرجان يشهد عرض أفلام لجنسيات مختلفة مع مشاركة فيلم جزائري واحد للمخرج عمور حكار أمر يستعي تشجيع المخرجين شباب في مثل هذه التدهورات الجنسيات الآن هي صعوبة كبيرة للوصول إلى الفيلم الطويل الأول فيلم طويل الكثير منهم العدد الأغلبية منهم قامت بأفلام التي تتجلب الانتباه والتفاعل بالنسبة للمستقبل لكنها تتجلب الانتباه والتفاعل للمستقبل 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 لذلك لقد قلنا كيف يمكن لنا أن نرافق مشاركة المهرجان فقط المجتمع الجزائري كيف يمكن المستقبل الجزائري مرافقت المواهب الجديدة حتى نوصل إلى بروس سينما جديدة لتعود جيل اللي قدم الكثير في السابق أشاق الفن السابع على موعد ابتداء من الفاتح ديسمبر القادم وإلى غاية ثامن من نفس الشهر مع أعمال فنية متنوعة فلا تفوت الفرصة تفوت الفرصة اشترك مقدم